مطار هونغ كونغ هو أول مكان في العالم يستعمل نظام كلين تيك الذي يتم استخدامه حاليا من قبل موظفي الصحة العامة وقد تم إنشاء حجرة صغيرة سطحها الداخلي مغلف بالمواد المضادة للمكروبات التي تقتل أي بكتيريا تؤثر على البشر ويتم فحص درجة حرارة الأفراد قبل الدخول من أجل اكتشاف الحمى وهي علامة تحذير رئيسية من فيروس كورونا بعد أن تدخل المقصورة المغلقة تبدأ إجراءات تطهير وتستغرق حوالي 40 ثانية من البداية إلى النهاية وبحسب إدارة المطار فقد تم تجهيز السطح الداخلي للكشك بطلاء مضاد للمكروبات يمكن أن يقتل الفيروس والبكتيريا عن بعد على جسم الإنسان وملابسه باستخدام تقنيات المحافظ الضوئي وإبر النانو كما يتم تطبيق رذاذ التعقيم للتطهير الفوري